طيب خلينا نتقل لمجموعة أخرى من الأخبار ويمكن على أولها أزمة الهجرة تدفع الاتحاد الأوروبي لتعيين مبعوث إلى سوريا ومعنا برضو في السياق نفسه اللي هو موضوع أن المفاوضية الأوروبية بتقدم وثيقة غير رسمية بشأن العودة الطوعية للاجئين السوريين يمكن مع زيادة الانتقادات من الأحزاب وزيادة الانتقادات من الدول داخل الاتحاد الأوروبي هو ده الشايف أنه هو ده اللي دفع المفاوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي في التفكير أن يكون هناك علاقات مباشرة مع النظام السوري بقيادة بشار الأسد ومعاه كمان لما المفاوضية الأوروبية تقدم وثيقة أنه ممكن يكون هناك حلول أو اقتراحات كيفية عودة اللاجئين مرة أخرى إلى سوريا والعراء وطبعا نيجي لتدعياتها عندنا خبر خاص بموضوع العودة ده بس قرأتك للموضوع ده من الناحية الأوروبية هل الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون هناك علاقات جادة وحماية خاصة للعائدين من الاتحاد الأوروبي إلى سوريا أو العراء يعني صراحة أن أستاذ ندوح هذا موضوع يطول جدا وموضوع معقد للغاية ولكن خلينا نقرأ أنه بشكل استراتيجي كما يقال مع الأسف الشديد يعني كل المؤشرات كل المؤشرات اليوم تشير إلى شيء واحد ألا وهو إعادة إنتاج ميليشيا نظام الأسد الإرهابي بأن يصبح نظام حقيقي نظام شرعي نظام يمثل ما تبقى من الشعب السوري هذا هو التوجه العام اليوم مع الأسف الشديد الذي يعمل على إيصاله لكل الأشخاص لكل يعني خلينا نقول يعني الذين يعانون من مشكلة هذا النظام الإرهابي ولكن مع الأسف الشديد أن نجد أن نجد اليوم الأوروبي يتصدر إعادة إنتاج هذا النظام يعني ما نريد أن نقوله طبعا الخبر هذا يعني يقيل بعدة مرات بعدة يعني بعدة قراءات مختلفة ولكن الواضح أن خلال السنتين المقبلتين أعتقد أن سيكون هناك علاقات مستمرة علاقات ثابتة مع هذا النظام من خلال أوروبا متأكد أن النمسا ستكون مبادرة كما بادرت إيطاليا وأرسلت رئيس مخابراتها إلى دمشق لدراسة الوضع والنمسا لديها السفير الدائم كينيتو كراوس أعتقد كراوس في دمشق لكان في دمشق موجود بشكل دائم ويبحث دائما هذه العلاقات ويعمل على إيجاد حل لأن يقول للسوري لن تحصل على اللجوء مجددا لذلك أعيد وأكرر كما كررناها عشرات المرات من خلال منبر حديث النمسا أنه يجب على كل سوري حصل على حق اللجوء إن كانت إقامة دائمة ولا مؤقتة ولا أي شيء أن يعمل على أن يعمل يتعلم اللغة أن يعمل أن يسارع للحصول على الجنسية النمساوية عسى ولعل أن تكون هي الحامل له من خلال معادلة الابتزاز والانتهازية التي يحاول الاتحاد الأوروبي ممارستها من أجل التقارب مع نظام الإرهاب في دمشق ترجمة نانسي قنقر